اشتركوا في القناة في يوم تاريخي مليء بالإثارة سجل المنتخب البحريني للسنوكر إنجازا من ذهب بطولات العالم بحصوله على بطولة العالم للسنوكر في فئة الماسترز وذلك بعد فوزه على نظيره البلجيكي بواقع أربعة أشواط مقابل ثلاثة في المباراة النهائية للبطولة هذا الإنجاز المشرف نتيجة حتمية لدعم واهتمام سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وهما تحقق بالفعل لتكون مملكة البحرين بطلة للعالم باعتزاز بالق وسعادة غامرة اعتلى اللاعب البحريني حبيب صباح منصة التتويج بطلا للعالم وتوجى بذهبية فرد الماسترز للسنوكر وتوجى منتخبنا المكون من حبيب صباح وهشام الصقر بذهبية فرق الماسترز للسنوكر ليؤكدوا بذلك مكانتهم بين لاعبي العالم عبر نيل المراكز الأولى مستغلين الإمكانات المتاحة والتسهيلات التي قدمتها الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية ووزارة الداخلية لجني ثمرت ذلك التعاون المشترك هذه الإنجازات لن تغيب طالما يحظى الرياضيون في مملكة البحرين بالدعم والرعاية المستمرة من غبل جلالة الملك المعظم واسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومختلف الجهات المعنية ليضعوا مملكة البحرين دائما على خريطة العالم الرياضية